عشان منتجات السكين كير كتير جدا ممكن ناس تستخدم حاجات مش مهمة على حساب حاجات مهمة وعشان اللاخبطة دي ممكن تلاقي ناس بتضعي وقتها وتكاليفها على حاجات ممكن تكون ما بتجيبش النتيجة على حساب حاجات تانية بتجيب نتيجة في الفيديو ده هقولوكم اربع حاجات اساسية تكون موجودة في السكين كير بتاعك لو عايزين بشرة شكلها صحي اكتر وكملوا الفيديو ده للاخر عشان اقولوكم علاقات وخمسة اضافية ممكن تفيد بعض الناس المكونات الروتين اللي انا هقول عليها دي كلها موجودة في الديسكريبشن انا الدكتور وليد ابراهيم اخصى الامراض الجلدية وتجميل الجلد بتكلم في التشانل دي عن كل ما يخص الجلدية والتجميل فلو انت لسه مش مشترك معنا اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد متنسوش تعملولي فولو على انستجرام وفيسبوك عشان بنزل هناك حاجات انا مش بنزلها هنا اول خطوة هو استخدام السان بلوك وهي دي اهم خطوة لان الخطوة دي لو ما تعملتش صح ده هيقلل فعالية بقية الخطوات كلها بعد كده في السكين كير بتاعك وده لان اللي بيدي مظهر صحي للجلد هو الخلاية اللي موجود لها سطح الجلد اللي بتعكس الضوء والكلاجين اللي موجود تحت سطح الجلد اللي بيديله مرونة والاتنين دولة وحصل لهم تلف شكل ببشرة مش هيبقى صحي من اكتر الحاجات اللي ممكن تسبب تلف للجلد هي الاشعة الفوق بالنفسجية دي موجودة طول السنة سواء صيف او شتر حتى لو الجوه مغيم لازم نستعمل السان بلوك عشان تقدر تحصولي على عمل الحماية اللي موجودة على العلمة اللي هو بيبقى SPF 30 او 50 لازم نستعمل جرعة كافية من السان بلوك لانها لقيت ناس بتقول انها بتستخدم نقطتين بس للوش كله بينما الجرعة الصحة عشان نحصل على حماية كويسة هي من تلت النص معلقة شاية وبعد ساعتين من استخدام السان بلوك بيفقد مفعوله وعشان كان لازم نقراره تاني تاني حاجة لازم استخدام غسول للوجه لان خلاية الجلد الميتة والافرزات الدهنية ممكن تتراكم في المسام بتاعتنا وتسبب لنا رؤوس صودة او مسام واسعة زي قدم الوثات اللي في الجو كل ما توعد اكتر على سطح الجلد ده هيأثر على عمر خلاية الجلد والجلد يبقى شكل مش صاحي وانا اتفاجئت ان في ناس بتخسل وشها بالماية بس ولكن ده غير كيف النواع يشيل الرواسب دي كلها بقى له ويمكن الاسوأ كمان ان في ناس بتستخدم الصابون البار عشان تخسل وشها وانا اتكلمت عن اضرار الصابون البار للبشرة وهسيب لينك الفيديو ده في الاخر انما الغسول هيديك يميزة ان هو عشيل الرواسب دي كلها من غير ما يسبب اضرار الصابون البار مش محتاجين استهدم الغسول كتير ممكن مرتين في اليوم يبقى كفاية جدا تالت حاجة لازم نعمل ترطيب للجلد خلاية الجلد لما بتكونش جفة بتقوم بوظيفة الحيوية وده بيطاول من عمرها وبيخلي مظهر الجلد صحي اكتر وفي مرتبات بيبقى فيها مواد زي مادة النيا سينامايد اللي هي فيتامين بي ثري ودي مادة بتساعد تكوين حاجز في الجلد بيمنع فقدان الماية واحسن وقت لاستخدام الكريمات المرتبة هو بعد استخدام الغسول مباشرة لان الوقت ده بيبقى الجلد فيه لسه منادي فاحنا لما نستعمل كريم المرتب في الوقت ده هنمنع ان الماية دي تبخر من خلال سطح الجلد والترطيب غير ان هو هيعمل الفوايد اللي انا قلتها دي كلها هو عماحة الجلد لخطوة رقم اربعة اربعة استخدام كريمات فيتامين اي ولو انت حامل وبتشوف الفيديو ده بلاش تعمل الخطوة دي فيتامين اي بيعمل تأشير سطح للجلد وبيحسن التصبغات وبيحفز تكوين الكولاجين فهو مع الاستخدام المتكرر ممكن يساعد على توحيد لون البشرة وشد الجلد ولكن من اعراض فيتامين اي هو ان هو بيسبب تهيج للجلد واحمراره تأشير والاعراض الجنبية دي مؤقتة وبتقل في خلال اسابيع من استخدام فيتامين اي وبيستخدم مرة واحدة بس مساء وعشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن طريقة استخدام فيتامين اي هسيب لينك للفيديو ده في الاخر في خطوة كمان بونس ومش ضرورية قوي بس انا لاحظت انها بتجيب معانا تايك كويسة قوي وبتخلي شكل البشرة احسن وهي خطوة التأشير السطحي او خلاية الجلد بتاعتنا بتبقى لها عمر وبعد كده بتموت وبتفضل على سطح الجلد من غير ما توقعها بس خلاية الجلد دي مش محتفظة بالمية ومش بتسبب وده بيخالي الجلد مظهره مش صحي فاحنا بدل ما نستنى ان الخلاية دي تقع لوحدها ممكن نديها بوست زيادة وبحس ان احنا نظهر من تحتها الخلاية الصحية الجديدة والروتين اللي انا كلمت عليه ده ممكن يكون فيه مواد مقشرة زي المواد اللي موجودة في الغسول او زي فيتامين ايه فعشان كده لو هتعملوا خطوة دي لازم تعملوها بحظر جدا ولو حسيتوا ان الجلد ممكن يحصل له تهيج بلاش تعملوا خطوة دي في ناس بتستعمل المقشر كل يوم وفي ناس بتستخدم المقشر تلاتة او اربعة يام في الاسبوع ولكن انا شايف كل ده كتير جدا وممكن مرة واحدة بس في الاسبوع تبقى كافية تأكدوا ان المقشر البشرة ما يكونش فيزيكال يعني ما يكونش فيه الحوب وبيعات الصغيرة اللي موجودة في السكروب واختاروا احسن مقشر كيميكال واناك كلمت عن اضرار الفيزيكال سكروب وهسيب لينك للفيديو ده في الاخر بعد استخدام المقشر الطبقة الزيادة اللي اتشارت من على سطح الجل دي هتخلي امتصاص الادوية احسن فبعد استخدام المقشر ده وقت كويس جدا لاستخدام الكريم المرطب لانه هيمتص اسرع وده يدينا ميزة تانية ان الكريم المرطب هيقلل التهيج اللي ممكن يحصل بعد التأشير كالملخص للفيديو ده هنستعمل الغسول الصبح بعد كنستعمل الصنبلوك قبل ما نخرج ونكرره كل ساعتين عكام ما نروح نستعمل الغسول ونستعمل الغسول مرة كمان قبل النوم وكل مرة هنستعمل فيها الغسول وهنستعمل الكريم للترطيب بعديه وقبل ما نعم نستخدم فيتامين ايه وخطوة اضافية هنستعمل مقشر مرة واحدة في الاسبوع وهنستخدم بعدها عطول كريم مرطب اكتبوا لي في كومنتات اي استفصال رب تواجهكم ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان وصلكم كل جديد متنسوش تعملوا الفيديو على الانستجرام والفيسبوك